صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل نخش على الطاقة العامة على طول انت تغيرت مش تغيرتي للاسوأ انت تغيرتي للاحسن فجأة بدون اي مقدمات من واحدة بتزن لوحدة هادية طبعا ما بعيبش على الزنانين خالص اوكي عشان ما سوحتيجي يقولي يعني ايه بتزن من واحدة بتطلب طلبات تتير جدا لخلق اي حاجة بترضى بيها نبدي مثال تاني ما كنتيش محجبة اتحجبتي تغير عموما يعني او كنتي محجبة قلعت الحجاب بدأت تهتم بنفسك او بدأت انت كمان تهتم بنفسك بقيت تهتم بحالك فهو استغرب ايه ده ايه تغير المفاجئ ده وانا جاي امشي تقومي متغيرة بص شايفك ايه شايفك ان انت حرفيا مسيطر على حياتك وان انت مبسوط جدا مفيش حاجة هتمشي همشي هتبعد هبعد هتروح لطرف ثالث هروح لطرف ثالث مش لازم الطرف الثالث يا جماعة يكون خيانة ممكن يكون عرض اخر متقدمي وانا مرتبطة ولكن اذا شخص اللي انا مرتبطة معاه شخص مش كف مش كويس فانا عايزة اسيبه عشان العلاقة كانت بايزة فانت اتغيرت يا برج الحمل اتغيرت وما بقتش بتاع زمان ما بقتش الشخص اللي ممكن يكون اام ممكن تكون مثلا كان كل ما يجي يمشي تمسك فيه مسلا ما بقيتش كده بقيت يتمل بنفسك وتسيب كل حاجة بقى ورا ضهرك حرفيا وانك عايز تبتدي بداية جديدة وباصص لقدام مش لوره عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح يرتبط وأنا هبضل كده لأ طب خلي بالك بقى أنا عندي طرفتان يالله يا عمس مفاجأة مش كده مفاجأة طب هو شايفك كده انت شايفه ازاي بقى بص بقى فيه اختلافات من بينكو على فكرة فيه اختلافات قوية كمان ممكن تكون في التفكير انت شايفه ان هو شخص مش عايز اقول خدعك ولكن هذا الشخص رحل مرة واحدة بدون ادنى مقدمات فجأة 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 رحل من هذه العلاقة شوف الجمال شوف العلاقة اربع وصيان ورد ومسكين ورود وبنحب بعض قلبت قلب الصبحة في ثانية في ثانية قلب عليك انت شايفه شخص ايه ده ايه اللي ايه اللي خلاك نعمل ده كله ما امتش فاهم عشان كده انت زي ما تكون مش مصدق مش مصدق اللي بيحصل ده حقيقة ده حقيقة انت مشيت من العلاقة فعلا ده حقيقة فعلا نهيت مرة واحدة الشخص ده قفل عليك مهنور لو هو قفل عليك اللي اعملك بلوك وكده كله حاجة فجأة مرة واحدة قفل عليك ممكن يكون الشخص ده اكتشف ان انت فيه حد مقدملك عرض وممكن تكون مثلا قلتله بالليل انا متقدملي واحد ام اعملك بلوك من غير ما يسمع من غير ما يعرف التبرير ماشي انو شخص عنيد وما بيقبلش حد يهزمه اصلا اصلا ما بيقبلش حد يهزمه وما بيقبلش حد يقوله انا ماشي هو اللي يمشي بس هو عنده شخص تاني عنده شخص تاني على فكرة فانت شايف ان هو اختفى مرة واحدة وهد المعبد عالي فيه موت المشاعر الحلوة موت الاستقرار كل حاجة وقع كل حاجة وقع الروسيان دي خليها رملة لا ومع ذلك هو ما شايف كان انت شخص اتغيرت بس هو اعتقد يا برج الحمل لو في طرف تالت بقى سنرده ده لو هينطبق عليكم هو شعر ان انت اتغيرت للطرف التالت ده مش لي هو خالص مش لي هو خالص طيب فى اختلفات ما بينكم مش عارفى عني اختلفات دينية ممكن ٢ ممكن ٢TER ممكن ـ debقى اختلفات دينية ٢٣ ولكن ممكن تبقى اختلفات عايدةname ـ فكرية، ممكن تبقى اثنين انشبه بعض ولكن اختلفات فكرية ـ בא١ طيب ايه الاشيان الي هوها يزיהملو ـ بص ـ بص بقى وركز معا الشخص ده عايز يشتغل على علاقة علاقة قديمة او جديدة هو ما يعرفش حتى الان هو حتى الان محتاج بس هو عايز يشتغل على علاقة وعايز يبتدي علاقة اصلا وعايز ينهي الصراع ده بقى كفاية بقى هو في صراع ما بينكم طيبا كل ما تيجي تتكلموا مع بعض تتتخنقوا حاجة زي كده يعني يعني كل ما تيجي تقوله كلمة يقولك اسكت بقى انا مش طيقك وكده ويقفل سكة في وشك ويمشي فهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة سواء معاك بقى او مع حد اخر ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة حتى الان ولم ياخد ذلك القرار بس بكل بساطة لكن هو كل منيته ينياز الصراع سواء كان ببداية معاك او بداية مع غيرك بقى ويمشي ويسيبك انت كذلك شاعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع خدعك مش من العلاقة مرة واحدة وانت انت بجد عايز تتغير على فكرة برج الحمل مش يزور وان كنت ما تغيرتش ابدأ انت شخص جميل اوي على فكرة وعندك عندك 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 مشاعر تهيير عايز تتغير عايز تتغير حياتك انت شاعر ان العلاقة دي ايو ايو انت شاعر ان هذه العلاقة كانت علاقة مملة او مش مملة مش مملة بالمعنى الحرفي ولكن كان بينقصها شيء ايه هو بقى مش عارف تحط ايدك عليه يعني هي فعص تكرار فيه اتنين هم موقفين هم مبسوطين بس فيه حاجة جوة العلاقة دي كتنقص ممكن تكون انت كنت مش فاهمها مش فاهمة او انت مش فاهمها حاجة زي كده ولكن انت الان فيه توبة الجديد عايز تتغير وده في العلاقص ده تمبرس مع المشن ده الساحر يعني تغيير واضح وصريح وكل اللي يشوفك يقولك انت تغيرت انت عايز تستقر يا برج الحمال عايز تستقر عايز ممكن نقول ايه عايز تتجاوز وتبتلي بداية جديدة بقى كفاية بقى فيه ازمة فيه ازمة انت عايز تتخلص منها وترتاح بقى ترتاح وتقعد مالك كده زمانك تخلص من الخناءة الفاضية دي تشعر انه هو كل ما تروح تكلمه يروح ضحك كده ومش راضد عليك طب ليه عامل تاني معي كده اوه مش طيقا مش عايز اشوفك تاني مثلا وعلى فكرة برضو ممكن تكون علاقة سلسية ممكن تكون علاقة سلسية هو عنده طرف لكن انت مش عارف عنده الطرف اللي هنشوف النصيحة في الاخران هنشوف الكلام ده لكن انت عايز تغير حياتك تعايز تستقر تعايز تبقي ام عايز تتجاوزي بزبط تعايز تتجاوزي انا مش بغزر والشخص ده ممكن يكون كل ما شخص ده مكنش واضح بالزبط كان فيه غمض من ناحية مشاعره مكنتش فاهمه هو عايز جوائز ولا عايز لعب عياله ولا انت عايز ايه بالزبط مش راض يوضح لانه فيه طرف تاني في العديلة الهقة فيها فصري الثالث عشان كده مكنش واضح انت مش فاهم هو ويعمل كده ليه واعدين من كل شوية يمشي ويروح يمشي ويروح يمشي ويروح ما انتش فاهم فيه ايه ايه يا عم اعمال تخرج وتيجي تخرج وديجي انت انا تويته عشان كده وحاس ان انت اتغيرت اتغيرته ومستعد انك تبني حياتك من غيره خالص انت ممكن تبغيه تمساحه بأستيكة انت جايلك عرض على فكرة صح كده انت جايلك عرض خطوبة ده اللي هنشوفه تاني انت جايلك عرض خطوبة عرض زواج صريح فيه شخص جاي يقولك تعالى تعالى بقى انا متقدم لك وشخص شخص حلو قوي انت عايز تستقر وتتقدم الامام وتترك تلك العلاقه وتترك تلك العلاقه ف... لكن هو عايز اخذ قرار الشخص ده متردد وعنيد ومع بيرسش على برر ويتعب هو تخصص تقريبا كده بيتعب بالل حواليه خلاص ,بس ايغش في العلاقه يتعب اللي حواليه ويمشي يديك slash مشاعر يحسسك بان انت ملكة الكون في ايدك وبعد كده يجري يا عم عايز ايه انا معرفش انا عايز ايه انا معرفش انا عايز ايه انت ممكن تكون بتتعامل مع برج ايه يا ربي برج الحوت القوس برضو وبرج هوائي وبرج مائي وبرج الدلو وبرج برضو ايه هنشوف تاني وسرطان السرطان والطور هذا الشخص بقى وده الغريب ده الغريب اللي انا عارف ان المعظم الناس اللي هتشوف دلوقتي هتصدق الشخص ده ممكن يكون بيين لك بيين لك انه هو مهمل وانه مش بتاع جواز مثلا وانه شخص متردد وكان فيه طرف ثالث وكلام ده ولكن كانت هذه العلاقة بالنسباله علاقة زا ستار وعلاقة جميلة جدا وتحقيق امنيات هي كانت امنية امنية في ايه بقى هو شايف ان العلاقة دي كان فيها حب على فكرة والله مش هزاري انت ممكن تكون مش شايف ده وشايف ان العلاقة عشان كده هم متردد يا برج الحم عشان كده مش راضي يرسيك على بار انت كل ما تقوله احنا هننهي ولا هنرجع فهم مش عارف محتار لانه هو شايفك الاس اوف كابس والاس الفانتكالس انت حقيقة في حياته انت حب وشايف ان هي لو تقدم لها كاس الحب هتبقى حتى حلو هتبقى علاقة مسمرة شايف كده هي كانت امنية بالنسبة له هذي العلاقة هو شايف كده دي وجهة نظرك انما انت وجهة نظرك انها علاقة فيها فيها صعوبات بالضبط زي ما قلتلك في حاجات فيها ندم فيها ندم في شخص بيدي ويجري شخص بينادم اللي معاه لانه دخل معه علاقة اصلا هو ده المعنى الدقيقي يعني وشايف ايه كمان بالضبط انت شايف ان هو كان معلقك وكان ما كنتش فهمه ايوه هو شخص مش مفهوم غامض شخص غامض شخص غامض مش مفهوم شخص متحكم قوي مسيطر ويحب يسيطر علاقه قوي ويمشي على كيفه وانا غامض وهفضل غامض انت متتحكميش فيا لو راجل انت متتحكميش فيا ولو ست ملكش دعوة بيا انا قرر وقت ما قرر وكان معلقك معاه وهو بارد شخص بارد ما بيحسش اوكي انت عايز تمشي بقى عايز تبص لحاجة تانية انت بصص لحاجة تانية مش بقولك انت فيا حد ما قدمك عرض انت بصص لشيء تاخد عايز تمشي وترحل من هذه العلاقة ممكن يكون لان هو شايفها كده فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معك بعد كل الليلة دي كلها كده عايز بداية جديدة ولكن لم يقرر بعد ممكن في شهر التمانية ما يقررش خالص طيب النصيحة ايه بقى طيب بص يا برج الحمل والكلام ده تاخد به او ما تاخدش به العلاقة دي علاقة سلسية اوكي طرف ده عنده طرف تاني عنده طرف تاني ماشي وانت عندك عرض فيا حد مقدم لك عرض اوكي النصيحة بتقولك امشي بقى من وجع القلب ده انت موجوع على فكرة موجوع مش ظهر فامشي بقى من وجع القلب ده واخد قرار حازم بالرحيل انت مش حارف انت كمان محتور خد قرار حازم بالرحيل وارحل الى علاقة اخرى بالزبط لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل روح له لان ده العرض الصح ده قدرك ربنا بعيد لك عرض لطيف لو متقدم لك شخص تاني خطوبة علاقة تانية علاقة جدة علاقة جدة مش ظهر على فكرة دي لو شخص متقدم لك فدكرتك اصلا دكرتك دكرتك ارجع بقى لاصلك والذاتك وقفل على الموضوع ده تماما خد قرار حازم بانهاء وجع القلب ده ده وجع قلب الشخص ده هيفضل يروح ويجي يروح ويجي ومش هيستقر لانه شخص متردد وعنده طرف تاني ومش عارف يعمل ايه فانت تقول له بص انا هريحك انا ماشي اعمل تعمله بقى انا رايح لعرض تاني انا رايح لحد تاني في حد تاني احسن في حد تاني احسن لاكتر ولا قلب الموضوع صعب الموضوع صعب طبعا الموضوع صعب طب نشوف لك كده لو في عرض تاني العرض ده ايه عشان برضو نبقى متأكدين هلا هناك عرض اخر هتعايز تنزلي اه اه اتفضل يا سيدي اتفضل يا سيدي على الاستقرار بتوقم الروح يا سيدي يا سيدي يلا يعني بفت خطوبة انت عايز تتجاوز مش بقولك انت عايز تتجاوز او انت عايز تتجاوز يعني مش لازم تكون دي سيدي يعني لو راجل بيتفرد انت عايز استقر لان هنا برضو عندي الراجل اهو بص ده جزد دي ده جزد دي اصلا فلو انت راجل يلا يا عمد خش على دي على طول خش عليها وقول له مساء الخير مساء الخير فضل الكوباية يلا انطلق يا برب الحمل انطلق هذه العلاقة فيها وجه قلب شخص ده اه اه شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجاته وكانت نجمة وهو 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 ولكن هو مش هيتغير هيفضل الشخص الحيران هيروح ويجي يروح ويجي ما بينك وبانطرف اخر طب وعلى ايه؟ انا ماشي انا ماشي همشي لعلاقة تانية انا عايز استقر عايز اتجاوز عايز اراحة مش عايز واجع قلب عايزين الكرت ده يبقى مقلوب يا برج الحمل مش عايزين ده ده واجع قلب ارحل من واجع القلب انا هعتبر الكرت ده مقلوب يا برج الحمل هعتبره مقلوب هتبرك هتوعد عليك بعد الفيديو ده انك تقلب الكارت ده وترحل من هذا الشخص حلل منه تماما خلينا متفقين على كدو فيتا وامروح جايلك فيتا وامروح جايلك فيه شخص تاني هيجيلك لكن هذه العلاقة علاقة سلاسية و茶يكتشف ان احتمال اصلا بعد ما تسيب هذا الطرق هتلاقي خطب او داخل في علاقة تانية احتمال وارد احتمال وارد يعني مسي جدا يا برج الحمل اتمنى ما تكونش ازعجتكم واتمنى ما يكونش يعني انا عايزاكو يبقى مشاعركو يعني دا كارتك راح فين كارتك انا عايزاك تبقى شبه الراجل دا دا كارتك اصلا انت لو جالك حد من برج الحمل شبهك خده عشان دا توقع مروحك خد القرار بقى ورحل من هذه العلاقة يا رب تكون القراءة عجبتكم والقراءة للمرة السودت ومئة ممكن تكون عكسية اشتركوا في القناة